اشتركوا في القناة احنا برا احنا عندنا العلم موجود وكل حاجة هي المشكلة اللي بيطبق العلم ان احنا نقبل تطبيق العلم والمشكلة ان احنا لابد ان احنا نسخ في المصريين طيب اهم شيء في مشوارك مع الكاف والفيفا كان ايه طبعا يعني مع الكاف لما استعان بيا في المحاضرات الافريقية في بلاد روحت كينيا وروحت اسيوبيا وروحت ايريتريا وروحت اوغاندا و الحاجات دي اعملت الدراسات هناك وبعين لما روحت الفيفا بقى يعني عايز اقول لك جات لي تشبع هل فيه لسه فيه اتصال بينك وبينهم لحد دلوقتي اه طبعا الناس بتتواصل حتى يعني دلوقتي خلي بالك بص يا كابتا مصطفى حاجة المصر رازت ناس تعرفها ما بقاش يعني تاريخ المحاضرين الدوليين على مستوى الاتحاد الدولي الرسميين اللي اعتمدوا في الاتحاد الدولي علي اندين رحمة الله صفى كامل محمود جمال الغندور احمد الشناوي عصام عبد الفتاح وتامر دوري موجود دلوقتي الموجودين هم دولا اللي اعتمدوا في البانيل بتاعت فيفا نستراكتر طب انت راجع عن رئيس نجلة الحكام اللي اجاني بالبيجو مصر احنا بكل صراحة لا طبعا ليه اصليحنا يعني احنا يعني انت ما جيتش ليه ما جيتش ولا مرة رئيس نجلة حكام لا انا جيت بس طبعا لقيت ملكش ظهر بص لا مش ظهر انا رك حاجة كابتا مصطفى انت سهل اوتوباء رئيس نجلة حكام لكن صعب جدا تنجح رئيس نجلة حكام عارف ليه حلوة او لان الادوات اللي انت انا عايز اقول ايه انا عارف التحكيم ينجح ازاي فانا عايز ادوات معانا مش حاده هالك مش حاده بيساعدك ما عايش حاده هالك واستنى قرر مجلس ادارة لكن لما كان لما جيه صنفة 2012 عدو مجلس ادارة وجابني انا رئيس اللجنة الفنية وقادر رئيس اللجنة الادارية واول ما جيته تروح نجيب جمال الغندور وانت كله اشتغل اشتغل